السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يعطيكم العافية طلابنا المحترمين كيف حالكم؟ ان شاء الله بخير يجي تلكم اليوم بهذا الجزء الخاص بالكتابة في الحقيقة يا طلابي المحترمين المرة الماضية احنا كتبنا تصحيح مثال من كتابة احد الطلاب وعملنا عملية تصحيح المرة اللي قبلها كنا كتبين خلينا اليوم البلوغ بوست اللي هون مذكرة الالكترونية خلينا اليوم نحكي ايش الاشياء اللي استخدمناهم هادي اللي هي هادي الحلقة رقم اثنين حصة رقم اثنين موجودة في البلاي لست اللي موجودة على قناتي اللي هي اسمها سلسلة الكتابة للتوجيه والدسكريبتف اساي كمان المقالة الوصفية عملناها في الحصة رقم اربعة والحصة رقم خمسة كانت عن كتابة التقارير اللي هي يا اصدقائي كانت هنا كتابة التقارير طبعا هادي اي هي شرح لهدولة اللي بنا نكتوبهم هدولة اللي أنا حاطط عليهم كروس اوت هم ملغيين حكيانا فن التلخيص حنتركه لآخر اشي كتابة المذكرات الالكترونية برضو حلناها في الحصة رقم سبعة والرسالة الاقناعية برضو في الحلقة رقم ستة او الحصة رقم ستة هلأ في عندي الايميل غير الرسمي فرصة اني مثلا اعمله اليوم فبنكون هيك خلصنا من كل شي بظل عندي فن التلخيص فن التلخيص رح اخليه لآخر اشي على الآخر والسبب يا اصدقائي انه بيندرس على اسلوب الضع دائرة وبحكي لكم كيف تلخصوا ولكن روح جيب اشي زاكي عشان تشربه وخليك معي هلأ هون احنا يا جماعة الخير ريفيو رايتنج هوتل او ريسترانت انا مأخرها كمان يعني انا ضايل عندي هاي مأخرها لما اخلص شرح الوحدة التاسعة في الحقيقة لاني لسه ما خلصت شرحها على اليوتيوب فبدي استغل الوضع وعندي هون فن التلخيص بضل عندي كتابة المذكرات الالكترونية سويناها احنا حكينا فاليوم خلينا نحكي عن الايميل غير الرسمي اللي هو معنا في يونت سكس طيب اه في الحقيقة انه انا بشعر انه سبحان الله الوضع كتير منيح طبعا ضروري تحضر السلسلة بشكل كامل لانه زي ما انت شايف فيه اشياء شرحت كتير فضروري حضرتك ترجع لها بطريقة عفوا امرتبة وحسب التسلسل اللي موجود على اليوتيوب والسبب يا اصدقائي الاعزاء انه فيه اشياء ممكن تروح عليك فانت يعني انا اتوقع يا جماعة الخير انه يكون عندنا ماكسمم من 10 ل 15 حلقة فاتخيل انت لما يكون عندك من 10 ل 15 حصة موجودين عندك فعلا هدول على شكل هدية لانه انت صعب تلاقي اي حدا يكون شرح للطلاب بهاي الطريقة مع احترامي شديد للجميع هادي حكينا من اجلها لينت 9 هاي صفحة 20 وان شاء الله منحكي عن ايش منحكي عن فن التلخيص برضو بعد هيك كمان فاحنا اليوم بدنا نحكي عن يا اصدقائي العزاء عن الايميل غير الرسمي هذا تعالوا نشوف طبعا يا اخوان انت بهمك كتير الحكي اللي مكتوب بالعربي انا مترجمه لانه بتنسأل عنه بالانجليزي هذا يا اصدقائي اسمه الايميل غير الرسمي يعني انت بتبعت هذا الايميل لصاحبك او لجارك او لأي حدا البريد الالكتروني نفس الرسالة يا اخوان لكن ترسل عن طريق الحاسوب فما عندي انا المرسل اليه القصص هاي لما تكتب البريد الالكتروني لاحظ عزيزي الطالب اننا نقوم بتقسيم كتابتنا لثلاث فقرات وهذا الاشي اللي انا وياكم اتعودنا عليه في كل كتاباتنا حاول انك انت شو تعمل حاول انك انت تستمر بهذا الشكل وما عندك ادنى مشكلة يا سيد العزيز يكون يكون في بداية الايميل في تحية دير فريند هلو هاي هذا طبعا بهمنيش لانه احنا منحكي عن غير الرسمي هذا بهمنيش بس انا دايما بحط لانه هيك للتبكير لعل الذكرة تنفع بعدين منعمل مقدمة افتتاحية مرحبا كيف حالك شو اخبارك كيف الاهل هلأ هذا رح نحكي عنه باللغة انجليزية تبدأ الفقرة الثانية باضاح سبب كتابة ايميلك والله امسندي ايميلك بدي اسألك عن كذا كذا وبدي اناقش يا اخوان المتطلبات اللي انعطتلي في السؤال بعد هيك تكتب خاتمة مناسبة مع كتابة ايش looking forward to hearing from you soon ومن ثم تحية ختامية اللي هي yours او love او الى اخر اكتب اسم اذا اعطاك الاسم في السؤال الوزاري لا تكتب اسمك الحقيقي لانك راح تروح في حوض النعنع راعي الصحة القواعدية وعلامات الترقيم هذا اخوان هذا بترجعلي للوحدة الاولى للحلقة الاولى لاني انا ايش كاتب هناك اتبع هذا الشكل يا حبيبي في كتابة ايميلاتك تعال نشوف شو هذا الشكل اول اشي دير فلان والله اخوان انا بحب بش اكتب بالطريقة هاي انا بكتب ايش how are you فيش حدفين بيعرفش هدون انا بحب you are doing well how is your family allowance تفهم i hope i hope i hope everything is going in in a great way بتمنى i hope this email contains satisfying details لا انا بده اقول له هيك بده اقول له i hope my email have or afwan has good information ish manha information that will help you in your msharif ish which can make you happy i'm so happy to send you again looking forward to receiving from you وتذكر ناسي i e هيك receiving تمام طيب بدل kind regards تدرت قل love تدرت قل yours هيك بالطريقة هاي تطلع انت هيك فنان طيب شو هدول الاشياء بقول لك writing skills writing informally كيف اكتب بطريقة غير رسمية عشان تكتب بطريقة غير رسمية we always begin a letter with dear name dear waleed in emails we are less formal and tend to say hello hello karam hey joan in open letters we use a group noun to address all the people hello students hello dear fellow students fellow in all of the above it is fine to use an abbreviation our abbreviations such as am don't we can end emails and letters not open letters with best wishes بقدروا تحكوا للناس see you soon looking forward to hearing from you we end open letters اللي بنبعتها للطلاب بشكل عام repeating what we want to say بتعيد له بتقول له إنه أنا كنت أحكي لك هيك وهيك وهيك في عنا إخوان هذا سؤال بصراحة بحل ه كتير أنا مش عارف جعبه لأحله أو أروح على subject that you want to study at university شو بتحب تدرس في الجامعة والله يعني مش عارف وقل نروح أكتب هذا هذه الرسالة الإقناعية كتبناها بس يخصار مرات الإشي اللي أنا كاتبه بروح كنت ناوي إيش أخليها هيك وأنزلها مكتوبة بخط الإيد مع الشرح why not we should do it again طيب هلأ دوركم تعالوا نشوف يا أخوان إيش اللي بدنا نكتوب أول إشي لازم أقرأ السؤال بدي أحكي كالتالي read through the article space schools imagine that you have just joined a space school تخيل إنك انضميت لمدرسة فضائية أكتب إيميل to your friend ويسام telling him or her وسيم طبعا يا أخوان مفروض يكون ويسام مئة ألف مرة صرت مضبط هذا ويسام طبعا مفعل اسم ولد و بنت telling him or her that what is it like to study there write about 80 words أنا إيش بدي أحكي بدي أحكي ديار و سام أو و سيم how are you كيف حالك يا زلمة I hope I hope you are in a good health بتمنى إنك تكون بسحة جيدة how is your school I actually am am writing to you regarding schools and your future مش صعبة هاي مش صعبة كلنا بنحاول نكتب أشياء زي هيك هاي introduction بدي أجي على العرض بدي أحكي له I actually actually يعني في الحقيقة I actually wanted to tell you about the school that I have recently joined in Amman فاصلة لانا بدي أكمل it is a new space school which is to dar which is run by a private business they 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 actually want هاي نعم بس رق من النص اللي قرأناه تبعا مدارس الفضائية they actually want to make students stop going to to and literal fields they want students to choose different fields just like space and technology اخوان الاستاذ اللي ما بيكتب لطلابه writing قدامهم هذا خليه يروح bye bye لانه هذا ما بيكون بعرف يكتب وفاقد الشيء لا يعطيه طيب هو حكا لك اكتب لو كيف المدرسة حكا لو telling him or her what it is like to study there بتروح بتقول lo studying at that school is like a dream you never become bored ما تزهج and we don't هاي don't استخدم تمختصرة we don't have that regular class ما عنا الصف الاعتيادي هداك that schools still have اللي المدارس لسه عندها زي الصف هداك أبو يدروج from the last century من القرن الماضي we we do our home work ما بنحط لها السيخ وان هاي الكلمة there at school and and we do projects that are so important ليش because they are practical يعني عملية بتشتغلها بيدك انت خلص زهقت بدي انزل تحت بدي اكتب i hope my email was useful for you and also i hope to see you soon at my school half one لاش because you are going to lead ايان رحكو ناندك to lead a very happy and successful life yours and salam tuk هيك يا اخوان within 19 minutes مع شرح 19 minutes مع شرح يا حبايب قلبي هذا الشغل الصح هذه لدراسة الصح لازم انت تشوفها لازم تشوفها قدام عينك اذا ما شفتها يا صديقي كلام فاضي للأسف ولازم دائما نرجع طبعا يا اخوان روحوا جيبوها الدسية لا تستخسرلك ليرة ولا ليرة ونص عشان تقول كانوا موجدين نفسهم اسئلة سنوات سابقة وهيك بديك تحلوا تبعتلي عشان نشوف كيف حلك وكيف شغلك وانا راح اصحح وانزل نزلت واحدة تصحيح اللي هي كانت ايش رقمها رقمها ستة لا ولا تمانية واحدرناها وكان اشي كتير رائع لذلك انا كل اللي بدي اياه منك انك شو تسوي انك تكتب اكتب يا اخي وبعتلي لا يمتبنا نضلنا ما بنكتب اكتب احسن خطوة انك تبلش تكتب شكرا لكم ابعتولي كتاباتكم على الواتساب على 077 000 6 333 تكون مكتوبة يا حبايبي على نفس الفورم هذا ما تغير لي على نفس الفورم هذا عشان اعرف السؤال ورقم الصفحة والطلاب يشوفوه شكرا لكم والله يعطيكم الف عافية